على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة والتنسيق وتوازن السياسات المالية والنقدية التي تقوم بها الحكومة منحت الاقتصاد المصري القدرة على الحد من تداعيات تلك الأزمة وبناء على توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذت الحكومة الإجراءات اللازمة لتخفيف من حدة تداعيات الجائحة خاصة على الفئة الأكثر ضعفا والمعرضة للتأثر سلبا أكثر من غيرها ومن بينها القطاع السياحي والعمالة غير المنتظمة ومن خلال حزمة تمويل تنشيطية بلغت مئة مليار جنيه نجحت الدولة في تحقيق التوازن ما بين تنشيط الاقتصاد والانضباط في الموازنة العامة للدولة وضمان دوران عجلة النشاط الاقتصادي بما كان له انعكاسات واضحة وجيدة على معدلات نمو والتشغيل وبحسب بيانات وزارة التضامن فقد دعمت الدولة العمال غير المنتظمة في فترة جائحة كورونا بنحو ستة مليارات جنيه عبر إعانات نقدية واستثمارات تخدم هذه الفئة أما على مستوى السياسة النقدية اعتمدت استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات عدة إجراءات لمواجهة تداعيات الجائحة وتنشيط وحماية الاقتصاد القومي حيث قام البنك المركزي بإعفاء العملاء من كفة المصرفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري وإلغاء العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وأي حساب مصرفية وكذلك الاستمرار في إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات وتحمل البنك المركزي مصاريف الصحب النقدي لهذه البطاقات من ماكينات الصراف الآلي وهي الإجراءات التي أعلن البنك المركزي تمديدها حتى نهاية العام الجاري ولدعم القطاع السياحي والعملين به أعلن المجلس الأعلى للأثار الاستمرار في الإجراءات التنشطية ومنها الاستمرار في إعفاء مستأجري البازارات والكافيتريات بالمتاحف والمواقع الأثرية من الإيجارات وخفض أسعار تذاكر الأجانب بنسبة 50% وذلك بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة في محافظات قناة والأقصر وأسوان حتى شهر أغسطس تشجيعاً لحركة السياحة الثقافية